ماشي دلوقتي يا جماعة انا عايز اقول للحاجة عصلت في ايرلندا في الوقتي اكتي فيجن هي الشركة اللي عملة لعبة وارزون او او مودرن وارفير الوقتي اللي عبا بتنزل لوكالايزد يعني معمولة للدول اللي هي يعني يعني ما لقوب فيها انها تنزل تبع الدول معينة فمعمولة للعرب انها تنزل باللغة العربية فهي الشركة الاساسية موجودة في امريكا في الولايات المتحدة الامريكية طبعا يعني ايرلندا دي مش بلد بتاعت حاجات تعمل ولما بتكلم مش بلد مش عنصرية دي بلدي اولا انا من ايرلندا لما مش بلد على مستوى عشان تعمل لعبة زي ايه دي بس 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 بوضح ان اللوكالايزد هي اللي موجودة في ايرلندا بس وهي ولا حاجة الا مجرد ان هي لغة الناس بس بتتكلم لغات مختلفة موجودين في مكان واحد في سنتر معين في زي شركة عك شركة يعني بتوين كوتيشن شركة اسمها اكتيفيجن في دابلين في ايرلندا هم مثل حطين في ايرلندا كل عشان هم الاوروبيين فاكرين انه من ضمن جوجل ويوتيوب وكل بالحاجات دي مستغلين ان ايرلندا بلد صغيرة مش مشهورة وحطين فيها المودريشن بتاعت اليوتيوب والجوجل والحاجات دي يعني سيادتك عشان ما تقولش ايه مثلا عشان ما احصلش مشاكل وتبص تلاقي واحد مثلا ليطار مع واحد مودريتور افلوا القناة ولا بتاعها فاقولك ادور عليه دا فين لا هو في ايرلندا هو في جمهورية ايرلندا ايوه مش بحيطة تانية طبعا اسلوب يعني مش مش حاجة بريستيجوس بالنسبة لوح احيانا مثلا ايرلندي انا مش حاجة اتفخر بها لان ده معناها اشتيمة في البلد انها بلد صغيرة ومش معروفة ده البساطة دلوقتي بقى اكتي فيجن الشركة بتاعت والحاجات ديت موجودة ف امريكا بتطلع اللعب بتاعت بلاي ستيشن موبايل او 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 اكس بوكس بي سي اي حاجة بتطلع من امريكا بتتحملها الوكاليزيشن بتقلي في امريكا برضو كل الموجودين في ايرلندا دولة شوية ناس بيعملوا تيست يشوفوا اذا كان الوكاليزيشن سليمة ولا لا انا معرفش يمكن يكون في بسم ما شفتش يعني اما مش هطلع انا اصرار دي مش اصرار ولا حاجة انما ان هي ترتيب الموظفين انما انا كنت تستر هناك اشتغلت دوباك شهر واحد فاااااا واستقلت بفخر بفخر مش عشان فاطر اااا حاجة يعني اااا بحقول الكصة بتاعتي وانا اساسها المهندس مش مش يعني كانت شغل انا بالنسبالي حاجة باله. من الاخر يعني. انا بس كنت زي ما تقوله اا يعني انا بلعب على طول وارزون وبتاعه باللعبة دي. فقلت لقيته شغل انا على لينكدين بتاعت راح تقولت ماشي اشتا. نشوف ايه نشتغل في اكتيفيجن. يمكن اطلع لي مثلا ببيركس وحاجات زي دي اللي هي تخفيضات ولا ولا حاجة على فكرة ولا جالي ولا كود ولا اتكلموا على الكلام ده. ما انا هشرح كل حاجة في الحتة اللي جاية. انا ما اطلعش اصرار الشركة ولا بتاعت. انما انا باتكلم على كموظف هناك. ده اللي بتشوفه. ده بالنسبة للناس اللي عايز فروح تشتغل هناك. بالنسبة للناس اللي اللي بقى اللي اتشتمت السعودية ايوة اتشتمت السعودية. اتجاب مملكة العربية السعودية اتشتمت. من مدير اه انا ما اعرفش ردبة امه ايه انا ما اعرفش. انما هو مدير اللي بيعمل العقود مع الموظفين في شركة اكتيفيجن في جمهورية ايرلندا. اسمه باري كيهو. انا ما عرفش اذا كان مونت بانطق اسمه صح. انهم الايرلندين ليهم اسامي الغريبة بتاعتهم. ومحترامي للغة انا ما باترياش ولا عندي عنصرية خالص. عشان تفهموا ايه يعني. انا مع حرية الدين حرية الملة حرية اي حاجة تتخيلها. انما لكل شيء حدود. يعني. لازم زي ما انت. يعني انت دلوقتي بتتدعي نفسك. هم بقى المشكلة في الشركة دي. نبيتدعوا نفسهم. يتزينوا بالله عنصرية. وهم اكبر عنصريين في التاريخ. يعني انا دلوقتي لو جالي لو لما بشوف واحد اي شكل اي لون اي بتاع ما يهمنيش لون امه ايه او لون او شكل ايه انا ما يهمنيش. انا ما يهمنيش. انا دلوقتي بتكلمه كنافر تاني كفاردة تاني وخلاص. يعني انا شوفتك دلوقتي في الشركة عندي بشتغل في اكتي فيجن بتسلم علي. انا انا على فكرة كنت كنت نظام اللي ايه اللي هم بيسألوا انت منين. فانا برد بنفس بالمثل مش هكتر. انما انا ما يهمنيش انت انت جاي من قاني ده انا ما يهمنيش. انه كان فيه ناس كنت بقى بيلا ناس جميلة جدا شغالة هناك من كوريا ومن اليابان وما بشوفش الناس دي في ايرلندا. فكنت بقول لهم انا نادر لما بشوف ما بشوفش اصلا حد من اليابان في ايرلندا. وطبعا دي حاجة يعني جميلة كانت هناك كان لها صحابي كتير. وعالفكرة هم ده هم فجأة عملوا لي من الشغل ومن غير ما يقولوا لحد. عشان يشوفوا الوساخة. لانه عارفين انه بدل ما يسألوا على الناس او بتاع الاول. لا. لحصل انه هو اللي هوكو دلوقت هنا. لحصل ان انا دخلت للشركة اول يوم. ابو السلاقي الموظفين قاعدين ومحدوط اعلام المثليين. الريمبو فلاج. مش في كل حتة. بعض الناس حطها. يعني ماذا اعني ببعض الناس اللي حطها. انها مش الشركة اللي حطها. انها مش شركة اكتيفيجن. ان الموظفين. دلوقتي بقى ليه الشركة تسمح ببعض الناس تحط اعلام اي حركة اي حركة انا مليش دعوة انت انت بتنايل ايه. انت عايز ايه. انا مليش دعوة. هما الناس دولة يعني متخلفين. فمش قادرين يفهموا الفكرة. دلوقتي انا دلوقتي فرضا اجي احطي. انا دلوقتي فرضا بشجع اوكرانيا. انا بشجع اوكرانيا فعلا. احطلك عالم اوكرانيا على الترابيزة. طب انا دلوقتي معايا روسيين شغالين. لازم ان ممنوع انك تحط اي عالم او اي سيمبل شعار او اي شكل لحاجة تنتمي لدين او دولة او سياسة او بتاع. فانت لما بتحط عالم الريمبو فلاك انت معناها انك انت بتدخل الشغل في حركة برايد. اللي بسموها برايد. الفخر بتاع المثليين. انت الكلام ده تعمله في الشارع او في بيتك. المفروض انت جاي تشتغل. مش جاي ترفع اعلام او تنتمي لحزب معين. فالمشكلة بقى مفيش مشكلة اصلا حتى. يعني هي مفيش مشكلة. هي بس يعني ابو السلاي اجينا عند الحتة بتاعت العرب بقى. العرب. فتبص تلاقي ابو السلاي محطوطة على واحد على ديسك واحد منهم عالم المثليين. اوز لايك ايه اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل ايه. انا انا مش مسلم. انا انسان مش مسلم انا. انا اما اللي بقولورا طبعا عرب والماجوريتي بتاعت العرب ا اه من ضمن عشان بالتحل الكثير من الناس في ناس ما تعرفش ان في عرب مسيحيين و عرب يهود في المغرب والبلد دي اه اه ايه يعني ام 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 و بفعلا�قنقا كلوهم اعرب. مسلمين اا ام 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 تبو других وميعاة عرب اجب انه في الناس treaty اجب انه ق conseير ام يعني مثلا واحدة كانت شغالة معايا من ضمن واحد داخل بالشركة باخته بجزه اخته في الشركة احد مصري اسمه صلاح عشان بس بقى له عشر سنين في الشركة دي وعشر سنين مش معناه يعني انه اسطورة ولا بتاع ده معناه انه انسان فاشل عشان انت تبقى عشر سنين قاعد بس بتعمل في شغلانة بتاعت لوكاليزيشن تبقى انت مش معندكش شغلة بتانية غيرها هو كده قاعد كده كده الوقت فجايب اخته معاه وجوز اخته بتاعته هو دلوقتي عامل تاتو وحاجات كده غريبة عامل نفسه انه هو متفتح وعلى الفكرة هو راس الافعة اللي في الموضوع ده اخته محجبة طب انت دلوقتي يعني انا اتعاملت مع اخته اللي عشان هما الشركة الوسخة دي بي اجرامه في حقه رغم ان انا اتعاملت مع اخته بمنتهى التفتح يعني ما كنتش ضد انها محجبة مثلا لو رغم ان هي الوحيدة اللي في الشركة كلها المحجبة في الشركة كلها والله والوحيدة اللي الاخوها عامل تاتوهات ومش عارف ايه وش عارو طويل وايه عامل لك فيها انه هو خلاص الوقت الست النت البت التت اقسم بالله ما فيش واحدة تانية محجبة في الشركة اااااااااااااااااااااااااااا يعني ما يجيتش انا اقول مثلا انتي انتي محجبة واخوكي ما كده يعني انا بعمل كل واحد اندي فيديو اللي معناها بطريقته ومعناها ان انا فعلا ما بفرقش بينها ابو السلاة بيتكلمه على واحد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا كل اللي فيها بقول لواحد صاحبه بقول له انت حقك انك انت شيرينج انت بتقعد على نفس المكتب بتاعه بتاع البني انا مدوت فانت حقك ان انت تشيل العلم بتاع المثليين وانت قاعد ولما تخلص الدوام بتاعك الشغل بتاعك تقوم حطه تاني للباشمهندس التاني اللي قاعد هو حر ديسك بتاعه هو حر انما انت تبقى قاعد رفع على مدينة الريمبو فلاجي انت خلص بتشجع الريمبو فلاجي ما خلاص بقى مهما هي قاعدين احنا في الشارع يعني هي شركة في الشارع بقت خلاص نيجي بقى مبص ايه مش عايز اتكلم انا ما بتكلمش على ما قلتش حتى اسم الواد اللي انا قلت اسمه واحد اللي هو صلاح دوت لانه هو اللي عامل فيها الزعيم وفي نفس الوقت هو اللي عامل الوساخة اللي هقولها هو اللي تسبب في الوساخة للاسف هي بتجي من مصري هو انسان مصري ايه هم مصريين بره لما بيطلعوا بره بيبقوا اخر وساخة مع بعض فالمهم يعني اه ابص الاقي طول الشهر اربع او تلات مرات اعمل كورس عن ان ازاي انت اجنبي وان ازاي تحترم الجنسيات التانية والبتاعات التانية وبتاعه تيجي تقعد في الكورسي ده تقول تلاقي يجيبوا لك واحد يسود يجيبوا لك واحد انت ومالك وانا جاي من قاني ده يا هي دي العنصرية في حد ذاتها لما انت تقول للناس انا انت اجنبي انت اجنبي انت اجنبي حبيبي مش من هنا انت مش من هنا انت اللي تنتامل هنا لا انت ما بترحبش به انت انت عنصري ابن واسخة انت عنصري ابن واسخة فالمهم ايه مرة واثنين ولسه في واحد كان ثالث ثلاث كورسات كل كورس ساعة الكورس مليان ايه عبارة عن شتيمة في الاجانب وانا زي ما قلت انا انسان ايرلندي انا دي البلد بتاعتي يعني انا قاعد في بلدي ا ا ا ا ا ا عدت بقى في كورس تاني كنت تعبان انا عندي شوية بسخونة قاعدت في كورس تاني جايبين لي وحدة سودة في الفيديو ا erm osокar انا ابقى في وصف الفيديو وحدة سودة بتركب مصعد ليفت وعايزين يعني يبينوا انه البني ادم اللي لونه مختلف مختلف عن الناس كلها وانه انا قاعد قلت ايه الخارة اللي انا بتفرج عليه ده معرفش انا معرفش والله اكسم بالله معرفش فيديو كله عبارة عن عنصرية واحدة سودا سودا لا امريكانية مش سودا انا اسف انا بس اريفير ان انا بنوه للونها عشان هم اصدين في الفيديو يعملوا كده دلوقتي كل الناس اللي قاعدين معايا في الروم كلهم اجانب طب انت للمرة التانية كل ما تشوف واحد تقول له انت اجنبي وتقول انت مش عنصري ازاي انا عايز افهم انت سيني انت مش من هنا انت مش من هنا لا 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 بدل ما يتعاملوا مع كل البشر كالسواسية خلاص ويقولوا معلش عندنا فيه رولز معينة بتقول لو حد يعني عمل حاجة لحد عنصرية انت مش هعرف ايه ترفت او حاجات زي حاكم او حاجات زيكده او حاجات زي كده دنيا لا 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 عمليين يتكلموا يتمادوا والست بتاعت ال HR تقولهم أنا فرونسوية أنا فرونسوية كمان اتعملهم كده ايه ده ايه ده ايه ده هاوز لايك ايه البخباد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه وكل دوت مش عايزين يتكلموا عن يعني يجيبوا ايه نبزة عن ال الاسيكشوال اللي هي الميولك الجنسية باللغة العربية طبعاً دي حاجات برايفت مفروض الميولة الجنسية دي حاجات برايفت ما لهاش علاقة بالشغل تتساب في البيت بالأخص في السرير وما لهاش دعوة بالشغل نعم لا هم خلطين ما بين يعني فاردين عليك انه الناس المتطرفين بيحطوا على من ريمبو فلاك لا دولة ستحترمهم تهتسبهم زي ما هم يعني لو في يوم الأيام الناس اللي رفعت العلم الألوان التف دوت عملوا حركة إرهابية مثل داعش وبقى علم التف هو علم ال لا مثلي خلاص ما انت دلوقتي ما هي دي اسمها العرقية اللي العنصرية انت دلوقتي بتشجع واحد يبقى يبقى ماسك سبب معين وماسك فيه وبتعرس عليه المفروض طبعا انه كلام زي ده كله يتقلم من نوع احنا في مكان بتاع الشغل الكلام ده يتحط في البيت ويتشال كل الكلام ده او يترفد وكل الناس اللي رفعين المهم يعني انا بقول له واحد الوقت اللي اسم صلاح ده يقول له انت دلوقتي انت واحد مسلم بيني وبينه فريندلي مانر لان هو كان عامل نفسه فريند معي يعني مش في شغل خالص وان كان حتى ده هو شاتن فابو يعني لو احنا بنتكلم في يعني من كتر ما فريندلي شاتن فابو هو بقول له انه بيقول لي انه ابوه دكتور وامه دكتورة ومش عارف نازل شتيمة فابو يعني انا عرفت منين الكلام دوت يعني ما ما واضح ان كان الكلام معاه كان انتيميت يعني كان واحد متقرب له فوقل له انت اللوتي ايه حكاية العلم الرينبو فلايجي مش عارف انت انت دلوقتي اجيب لك علم اسرائيلي عالترابيزة عملت له كده بالزبط قلت له انت اولوتي كواحد مسلم وعربي لو انا جبتلك علم اسرائيلي حطيته هالترابيزة هنا عالدسك بتاعي هاوودي يو فيل هتحس بايه فبيقول لي لا ولا حاجة ولا يماني هايات اللي انت عايزه قلت له طيب حاضر ما جبتلوش عايه ولا بتاعي بس طبعا انا واضح ان انا اللي عبتلو في مصاميرو وهبص لقي ايه التاني يوم بطريقة جرامية يعني انا شغال على حاجة وابص الاقي واحد هما بيسموه ولا ليدر ولا زفت ولا بيفهم حاجة اصلا جاي بيكلمني كلام غريب ان انا مش طبيعي اوز لايك بيقول لي بيقول لي يعني ان 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 لو ان عايز تروح الى دكتور نفساني قلت له اروح حبيبي اروح ومالو بس انا عندي الدكتور بتاعي كل واحد عص برا في الفرنجة بلادي الفرنجة برا كل واحد عنده حاجة اسمها جي بي جنرال براكتيشنر هو المسؤول عنك انسق حظك لو شايف ان انت مجنون هيوديك عند طبيب طبيب بتاع مجانين المهم يعني قلت له لا لو انا قلت له لو انت شايف ان انا بقى من حاجات مجانينة اقول لي لان انا احترم وجهة الناس ان الناس تقول رأيها فيها بصراحة مش بتعريص ف قال لي لها مفيش حاجة هابلة كده بالطريقة العبيطة بتاعت العرب المهم ايه بعدين ابو ساليه جاي وبياخدني لمكتب غريب في دور غريب في منطقة ضلمة كده وبقابل واحد اسمه باريكيهو هو واحدة الست شبه همي بالظبط عجوزة فبتقول لي انا اليتشوار قلت له بس اليتشوار بتاع الشركة بتاع تيبت صغيرة فرنسوية اه تقول لي لا لا احنا الشركة هنا اهي احنا الشركة متقسمة لتلات شركات بس مفروض الاتنين التلاتة مالهمش دعوة بشغل بعض يعني هي طبعا هو هذا الاجرامي المدير بيستغل الموظفة دي لكونها عجوز مرأة عجوز عجوزة انه هو يعني بيخوفني بيها او عامل نفسه فورمل بسنها هي بتشتغل في شركة اللي اسمها بليزرد هي ايو اسمها الكل اكتيفيجن بليزرد كينج اللي هي بتاع تقاها كاندي كراش بس هي مش مش وان كومباني هي ايو اوند بقودولها السبسايدريز صح بس انت دلوقتي قلت لها انت لما بتكلمي بالطريقة دي معناها ان تقولي الخطوط الجوية الايرلندية ملك الانجلترا للمملكة المتحدة يعني انت دلوقتي لما تقولي دلوقتي انا جاية من بليزرد وفي نفس الشركة معناها ان نجيب حد من الخطوط البريطانية البريتيش ايرويز ونفضح دولة ايرلندا انها ملهاش خطوط باسمها ان دي خطوط الجوية اللي شايل علم ايرلندا ملك الانجلترا وادي حقيقة يعني عملوا له حتى جوجل هتبص تلقوه البائرينت كومباني مش عارف ايه و اللي هي كات الأول بيتش ايرويز بعدين غيروها الانترناشنل الافياشان معرفش ايه كومباني عشان خطر بتبقى وعيبيريا و مش عارف ايه و بيتش ايرويز و ايرلينجاز اسمه بتاعة ايرلندا فبقول لها لما بتكلميك كلام الفارغ بتاعك ده كلام الباثاتيك يعني يعني انتي بت عايزاني أستاطف معاك وخلاص عشان هو جايبك للسبب وسخ المهم يعني قاعد يقولي احنا جايبيناك عشان انت مفصول عن العمل عشان قلت على تعليقات هوموفوبك هوموفوبك يعني ضد المثلية قلت له ازاي امتى؟ قلت له امتى والمين وليه؟ لا لا ما مقدرش اقول لك باشا بتكلم كده بالزبط والله واحد كده عامل زي البقى بقف كده اسمه باريكيهو وما شفتوش قبل كده وقتلي هو اللي ماضي العقد بتاعي انا مبصتش مين اللي ماضي العقد بتاعي انا متصور انها شركة كبيرة واكتيفيجن وبتاع ما مش هاده بص يعني افتكرت واحد مثلا لان كان فيه مثلا المانجر بتاع اسمه مانيكس افتكرت مانيكس ده هو اللي ماضي العقد انا مبصتش ان الامضة الالكترونية الامضة مش بات طوب ما بتعودش مع حد تكتب هوم بيبعتولك العقد وتنديقلك مدي بسرعة يالله خلص ومش انت اللي ماضي بقديرك ايه ديك ده كمبيوتر مكتوب مع اخر بتنجان فباريكيهو ده وقت قعد يقولي انت مفصول قلت له ليه ليه؟ قال لي لا انا مقدرش اقولي او ايه لانك تستقيه فانا قاعد بقول له ايه عملت ايه مش عارف اتكلمت على امين اللي قلت له الكلام ده فجبت له يعني قلت له انا عكون صريح معاك جبت له من اول لما دخلت الشركة لحد لما خرجت الشركة من الشركة قبلها بيوم كل حاجة والحاجات اللي ممكن تكون انه عنصر ايه وحتى وانا باشرب سجارة لو وعد مثلا بقول له شوفوا الوضع الخوال دي اعمل ايه اللي هي الشتيمة بتاع الخوال اللي تعتبر يعني تعتبر كاسينج مش يعني شتيمة ملاش دعوة بالانصر ايه ولا بتاعه دي شتيمة عند العرب انا ولا اهتم لواحد انت يعني شاز مش شاز انا مليش دعوة بالكلام ده دي في الحقيقة يعني سواء عاجبة للمستمعين مش عاجباهم او للراجل دوت او لاي ابن واسخة بصراحة يعني لاي حد انا مليش دعوة انا بتصرف مع البني ادم اي بني ادم تاني كبني ادم مليش دعوة باي حاجة تخصه بيرسونل بتاعته اللي هي الميولو الا لو هو بيعمل حاجات بقى دي دي انا يعني جاي بوسني مثلا زال وقت بتاع اسبانيا اللي توقف عن الكرة راح يبوس واحدة بيت في في كاس العالم وقفوه فيه طبعا كلام ضار جدير فبقول له انت هيبوكريت للراجل دوت بقول له انت مرائي هل انت مرائي رد علي الموضوع له لاني مرائي ليه لقد قلله انت دلوقتي بتكلم كده والله بالزبط و قلت له انت دلوقتي بتعمشغلني هنا في الشركة دي عشان انا كتستر كاكولتي اشورينتس تستر لو شفت حاجة مثلية او حتى كليفدج يعني واحدة بس معريا سدرها في الفيديو في اي جيم في اي بتاع ده ان انا اقول لا ما ينفعش وفي نفس الوقت جاي بتقولي ان انا بقولها على تعليقات ضد المثلية ما هي الشغلانة بتاعتنا دي كانت هناك ان انا لو شفت في الفيديو وعلم النسخة اللي رايحة للدول العربية المفروض اصلا ما يقولش سعودية ان هي اللي رايحة للدول العربية الاسلامية المنتهى البساطة المفروض ميبقاش فيها حاجات مثلية ولا بتاع اولا هم ازاي شغالوا واحد مثلي عربي وهو ضد المثلية يعني هو حطت الرينبو فلاج ومش قادر يستحمل يقض في الشركة من غير العالم حطوا في الشركة في جوا في الشغل بتاعه وفي نفس الذات او من الوقت يبقى وهو بيعمل تشيك في اللعبة لما يشوف عالم رينبو فلاج يقول لا يا جماعة ممنوع يتحط طبعا يعني بطاطا خالص بنانز الشركة التعبانة دي المهم فبقوله انت دلوقتي بتمشغلني هنا على اساس ان انا لما شوف رينبو فلاج افرد انا الوقت بتكلم مع واحد زميلي في حاجة لي علاقة بالشغل انا شوفت الوقت رينبو فلاج في اللعبة بقول زميلي بقوله بكلمه عن رينبو فلاج ممنوع يبقى في اللعبة اه اه ودلوقتي انت بتكلمني عن البتاعه يعني انت مرائي ولا ولا شكلك قال لا لا هنا بقى جات الشتيمة في المملكة العربية السعودية قال لي هاللعبة اصلاح بتروح للسعودية قلت له ما تروح للسعودية طبعا بعدين قال لي اصلاح دي بلد متخلفة بلد زبالة متخلفة انا بروح للسعودية يعمل لي كده هو بيتكلم انا بتكلم على لسانه يقول لي أنا بروح للسعودية قللهم أيوه أيوه عملهم كده وأرجع أيرلندا أرفع علم البرايد ألوان التاف أولاً أزاي مدير يقول لي أنا برجع على أيرلندا أرفع علم التاف بينتمي لحركة أنت مال أمك أنت مفهود شغال مدير في شركة كبيرة تحترم هذه الشركة ما تعتقدش تنتمي لأي بتاع دي حاجة الحاجة طبعاً الأكبر مكتير ان ازاي بيشتم في المملكة العربية السحودية انا ما عرفش ازاي يقول الكلام الفارغ ده لدرجة انا يعني جالي حالة غيرة على بلادنا العربية فقلت له على فكرة انت انت بتخرف قلت له اولا عندنا مثلا في مصر عندك بلد زي مصر مفيش الكلام ده تعمل اللي انت عايزه عايز تحط ريمبو فلاك تحط اللي انت عايزه حبيبه قلت له بلد زي لبنان يقول لي لبنان لبنان دي بلد زبالة يعملي كده بيقول لي ده عاملين فيلم باربي فيلم باربي قال معمول له حزر في لبنان يعملي كده يقول لي بلد زبالة لا اله ايد لله بتقعد مش عارف انا ازاي بني ادم ده بيتكلم بالطريقة دي ازاي يعني هو انت جايبني بتقول علي ان انا بقول حاجات معادية للمثليين وانت عنصري ابن وسغة انا مش ادرف طبعا المفروض الجواب اللي كان الرد الرد لما انا بقوله هل انت مرائي انك بتبعت لعباء للعرب من غير شعرات المثليين المفروض ان هو يرد علي هو كان راجل محترم في شركة محتربة المفروض كان يقول ان احنا بنحترم العرب والمملكة العربية السعودية وبنحترم الدين الاسلامي وبنحترم المعتقدات والثقافات بتاعتهم بتاعت البلاد العربية فبنبعت لهم اللعبة بتاعتنا بالشكل يتوافق مع الثقافة بتاعتهم في السعودية سوري تتلعت غلط في السعودية بس كنت اقول المملكة العربية السعودية يعني انما انك تشتم وقعد في الشارع لأ اولا انا مش صاحبك هو بيكلمني هو فجأة غير الكلام سياك الكلام بقى بيتكلم هو معرفش كان شارب تقريبا كان شارب خمرة ولا ايه بقبيرة يعني قصدي اه لقى انه كان شكله كده مش مظبوط وحتة تحت السلم ومعرفش وجايب لي قبل قبل بارتي يعني فيه بارتي هعملوها انا مش رايح اي حاجة بس انا قاعد بي سمعت انه فيه بارتي النهاردة انا قاعد في حالي خالص ده حتى في الاواخر مشيت البيت المحجابة اخت الواد المصالح ده هي وجوزها اه جايب الباشا الباشا جايب لي في الشغلانة اخته وجوزها اشتغلوا في الشركة يعني انا معرفش بقيت مبولة مبولة من الشركة اه رحت لما لقيته بيشتم كده في المملكة العربية السعودية وهو مش داريان بيتكلم علي ايه هو مش داريان انه انه رئيس الولايات المتحدة الامريكية نفسها بيحترم السعودية ودين السعودية وثقافة السعودية انت مين انت مين عشان تشتم في الناس انا معرفش اكسم بالله يعني انا 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 بقول الكلام دوت عشان لازم يتعرف انو ورا اللعبة دي ايه يعني ايه انا انا بقول له انت عنصري انت بتود انت قصد انت هيبوكريت انت مراقي انت بتيجي تودي اللعبة للسعودية وبتشيل منها الريمبو فلاك ولما بتيجي تبقى قاعدين اعمال تقول لي بتتكلم على الريمبو فلاك انا حتى الواحد مش عارف حتى يتكلم الكترة ملهابة اللي بيعملوه بصنا ايه الرد بتاعي قولي السعودية دي بلد بتخلفة وزبالة انا لما بروح عندهم هناك اه بنزل الريمبو فلاك اه اوه ايوه 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 يعملي كده اول لما برجع على ايرلند ارفع عالم البرائد بتاعي بتاعك ايه انا المفروض انت دلوقتي لو انت بتشجع حتى المسليين انت شجعهم بعيد يا حبيبي برا في الشارع في السرير في القمام في الشارع انا مش في الشركة مش مكان ما انت شغال مدير يا ابن الهاب لا انا مش عارف اقسم بالله ما انا كنت في حالة الموضوع ده جالي جالي حاجة اسمها حالة اسمها سيكولوجيكال ابيوز انا كنت يعني كني مختصب سيكولوجيكال نفسيا مختصب بجد فعلا فعلا انا بقول له مختصبت انا في الشركة دي اختصبت اختصبوني نفسيا فعلا بيتقاعد جالي حاجة لا واعي وبعدين سمعت بيقول لي ايه لو انت عايز تستقيل قلت له لا استقيل طبعا قلت له استقيل قلت له ما هو لما انا دلوقتي بقى بشتغل مع ناس واحد يكون عربي او مصري كمان وكون بلسن علي من ورايا والمدير بتاعه بيتكلم بالطريقة الهزق دي المهزقة دي لا اصيح فحتى هو قاعد يقول لي لا لا بس يتفكر عشان انت بتقول علي نفسك عيان ايو كنت عيان ايو ايو كان عن 38 ونص الحرارة وصرحت لهم الوضع دوت وقلت لهم انه الوضع اللي اسمه صلاح اللهبل بيقول انه ما عندهمش ناس تسترز عرب كتير يقول عندهم لاك عندهم نقص في الناس دي وبيجيب ناس من بار عايزي عامل انترفيوينج ناس جديدة وفعلا ما كانش فيه حد فاضح فقلت انا انزل للشغل حتى لو عندي شوية حرارة وانا يعني اادر اتحرك وادر اشتغل يعني انا بفكر ازاي اقول لي انا بشكرك انا بشكرك انا بشكرك انا بشكرك انت الوقت انت بتكلم كلاه ازاي المهزة كلاه كلاه دي سباري كيهو كيهو اي انا مش عارف اسم امه اي ده بتكلم زي البهلوان زي المهرج جايب لي واحدة قد امي عشان يعملي فيها انه الرجل فورمال وطلعي هو شارب بيرا ولا متنهيل على نفسه ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله ده وازاي يطلع بقى 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 سياك الفورماليتي وبتدي يشتم في السعودية وتكلم على اللبنان بالوسخ يقول لي بلد متخلفة ومشبالة وطلعين اللي عاملين فالم باربي عاملين له هتروح تبعت له ايميل وبتقول له انت متعرفش انت 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 انسان جاهل انت بتشتم في لبنان انت انسان متخلف تقول لبنان طلعت افلام اساسا بتنتج افلام فيه امثليين لما انت انسان متخلف انت انسان ذهنيا مش طبيعي للباركيه ده قلت له كان فيه فيلم لبناني يسمو اصدقاء أصدقاء ولا عاز اصحاب ولا عز وطلع فيه واحد شاذ وطلع مونزاكي حتى مصرية في الفيلم قلت له انت انسان غير متعلم وغبي غباء الاموات قلت له انت مش داريان انه لبنان فيها كارسة اقتصادية ومجرد انه مش محتاجين انا بدافع عن لبنان لان بلد بحباها لان بالذات لبنان دي كان هو مزودها قوي ماشي انتو الوقت اللي بتشتفى المملكة العربية صح مش صح قصدي يعني انت يعني يمكن واه عامل نفسك صحبي انا بروح عندهم انا نزل الريمبو فلاك عشان هما متخلفين وارجع على ايرلندا ارفع الرينبو فلاك لا 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 لما لبنان انت تعدت الحدود بتاعة اللوجيك انت لما بتتكلم على لبنان انت بتخرف ان البلد مليانة حرياء حرياء مش حرياء مش حرياء سوري بقول العربي بتاعي يعني بتكلم عربي انما مش 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 مهم ديالوج بيجي يطلق عربي احنا اا عندهم حتى كان عندهم حفلة للمسليين. ده فيلم اسمه يقع الانسان في مستنقع افكاره. الفيلم مصري كده كان كوميدي وطلع ان كان فيه في لبنان حفلة للمسليين وانواحد دخلها بالغلط وحاجات كده غريبة. يعني انا مليش دواب اللي هما بيعملوا ايه? يعني هما بيدفعوا ولا ما بيدفعوش. انا ما بشجعش المسليين. انما انا مع الحريات. الحريات? الحريات سوري. عشان مش عارف انا بتنتبقى بازاي. يعني انت دلوقتي فرضا انت واحد ميولك شازة. قول انا ميولي شازة. انما انا 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 افضل كده. عن ان واحد يبقى عشان الناس اللي بتقوله هو ليه بيقولك انا ما اتكلمك. عشان فعلا ممكن يبقى مؤذي لغيره لو هو انسان شاز جنسيا. وما بيقولش ان هو شاز. ويروح يتجاوز واحدة يظلمها. مش ظلمه مش حلو. انا مع الحريات الحرية انك تقول اه انا شاز ايه 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 وترفع عالم زي ما انت عايز. انا برا الشغل. انا حتى انا مش شاز ما اقولش انا في الشركة يا جماعة. يا جماعة بص يا جماعة. يا جماعة. ايه ده ايه ده ايه ده 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 حاجة يعني مسخرة. مع كمان الشتيمة في المملكة العربية السعودية. مع الشتيمة في الشركة. لا يحترم شركة اكتيفيجن. انت واضح ان انت بتقدي ووظيفتك بتفه. يعني انت مش همك الشركة. انت 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 مش للشركة حتى. لبارك ايه دوت. ولا وتبر الاسم دين امه ايه. واسم دين امه دي كلمة متافور بنقولها في مصر. هو ليس عنده دين اصلا. ومشكلة مش في دين. مشكلة في عدم احترام الغير. والجهل. انت ما اعرضش الاخبار انه في لبنان البنوك ما بتديكش فلوسك عشان عندهم ازمة اقتصادية من ايه لا بستين نيلة. انت ما اعرضش. انت كل اللي قردت وكل اللي تعرفه عن لبنان. بعظمة لبنان. هم انهم عاملين فيلم عاملين بان. حاضره على فيلم باربي. يعني انت خياله ده يبقى مدير في 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 وجايدني انا يكلمني عن عن الكلام الفارغ اللي هو ما اعرفش انه يعني بلد عندهم ازمة من ايه لا بستين اقتصاديا. ويمكن عاملين موضوع الحاضر بتاع الفيلم ده الاول مرة في تاريخ لبنان انه هم اعملوا حاجه كده ضد الحريات. انا بتصور انه مش عايزين تفريقه ما بين الناس عشان هم عندهم ازمة. فيه حاجة الاهم فالمهم. اهم من المؤاخزة. من عضائك التنسلية. وميولك الجنسية. اهم مصلحة الوطن. سيبك من الدين برا خالص. خلينا خلناش يوعيين في الكلام. اهم من المصلحة الجنسية في مصلحة بتاعت الوطن. الفاونديشن. فالوطن عندهم مشاكل. فبيتصوروا انه ممكن هذا الفيلم التعبان. اللي انت زعلان عليه قوي ده اسمه باربي ما عرفش ايه الفيلم ده اصلا. يعمل لهم نوع من التفريقه او الفتنة ما بين اللبنانيين مع بعض. وتبقى خراب على البلد من غير مش فايدة. في مشكلة ان هم بيحاربوا دلوقتي ازمة اقتصادية مليلة. فواضح ان الجاهلة عند هذا المخلوق غير عادي. غير عادي يعني. وهو اللي بتكلم حتى عن السعودية نفسها. او انا كنت عاش في السعودية على فكرة. انضف من من بلدك يا حبيبي. يعني السعودية كحتة من امريكا. يعني تمشي جدا في السعودية لان اضافة. واضفت الناس. ضفت الشوارع. السفلاتة في الشوارع. المباني. العربيات. السيارات يعني. بلد اخر نضافة. انت الاول حصة للسعودية وبعد نتكلم.